مرحبا معكم كارميل شماس كيف بدكون اليوم الثانية 22 أدار مارس يلي بعد ما شايف الأبراج الأسبوعية اللي سمتشوفوها صارت موجودة عنكم على الموبايل شتركوا بالقناة اليوتيوب يوصلكم إشعار شي إنه نزل أي فيديو الأبراج الأسبوعية من الأسبوع 22 إلى 28 صارت موجودة اليوم الأمر موجود ببرش السرطان الشمس موجودة في برش الحمل الأجواء اليوم مفروض تكون حلوة كتير لموليد برش السرطان أيضا العقرب وموليد برش الحوت كيف بدكون النهار نعلم أنه في برشين ما كتير بيرتاحوا بهالمربع بين الأمر والشمس عم بيحكي عن موليد برش الشديب وموليد برش الميزان البداية مع برش الحمل موليد برش الحومة حمل يوم متقلب شوي في احتمال أنه يكون في بعض الاهتمامات يلي أنت منت أو أنت من تلقاء نفسكن تركدوا عليها تشتغلوا عليها سواء عنكن سفر سواء عنكن عودة من سفر سواء عنكن تلحقوا لأمور عائلية شؤون منزلية أو حتى أهلكن في احتمال أنه يكون فيه اهتمام بتغيير جذري بمسألة بتخصكن أنتو شخصية وبسبب وجود كوكب السهرة ببرشكن الحصوص من نصيبه حالا عشرين واثنين وعشرين أدار مارس بالنسبة لبرش الثور هناك بعض الهدوء في الأجواء لكن الأمر بموقعه من برش السرطان رح بيساعدكن رح يغنشكن رح يقدم لكم بعض المفاجآت الحلوة هناك اهتمامات جديدة بانتظاركن أخبار والفرصة اللي أنتو بتقدروا تخلقوها رح بتكون مميزة كل هيدا نهار بيساعد مولي برش الثور على خلق الفرص وخلق الأجوبة والحلول فإذا عنكن شغل مدرسة شغل دراسة أو شغل عائلة أو شغل حتى مسائل قانونية اشتغلوا عليها فكروا فيها لأنها بتنحل بالنسبة لبرش الشوزاء اليوم وولي برش الشوزاء قادرين يعيشوا نهار جميل جدا أنا بعتبروا من الأيام الحلوة من الأيام الواعدي جدا من الأيام يلي ما بتخذل وما بتحرج المواقف هلأ هو يوم ممتاز لكن لأنه كوكب المريخ موجود ببرشكن ضروري يكونوا حذرين واحد اثنين حزيران يونيو كونوا جدا حذرين لأنه كوكب المريخ معقول يلغي كلها الإيجابيات ويجلب المشاكل بينما الأكثر حظا هو مولو 12-13-14 حزيران يونيو بنتقل لبرش السرطان أنا بعتبر هذا اليوم من الأيام المهمة جدا الحاسمة جدا من الأيام يلي تلغي الكثير من الأمور بتزدتوها أو منها لحالة بتختفي وبيحل مطرحها أمور جديدة أعتبر هذا اليوم يوما جميلا رائعا يحمل تغيير جذري بحد ذاته وقرار مهم أو يمكن يكون قرار بتخدوه بينكم بين حالكم حدا بيعرف فيه ولكن بعدين بتخبروا عنه أو بتنطلقوا فيه من الأيام الممتازة كلكن محصوزين اليوم بنتقل لبرش الأسد اليوم بتحسوا بشوية هدوء بشوية رغبة بالابتعاد عن العجقة والضجيج اليوم النهار بأخركم يوم النهار يمكن بيزعلكم شوي ويمكن النهار يكون بيطلب بينكم أنكم تاخدوا الأمور على هذا وما تستعجلوا فيها ومن المستحسن أنكم فعلا ما تستعجلوا فيها لأنه احتمال يكون فيه نوع من خربطات صغيرة أو كبيرة بانتظاركم فكونوا حذرين تأخير يعني ما تجازفوا ما تخلقوا شيء اليوم اكتفوا بالموجود خاصة 2-3 و4 أبا أغسطس كمل مع برشة العدراء اليوم أولي برشة العدراء بيقدروا يغنوا يرتاحوا مع الأمور الموجودة اليوم الأمور اللي بتساعد الأمور اللي بتعطي الأمور اللي مرح تخزلكم بالعكس هناك وقوف إلى جانبكم هناك تعاطف معكم أنا بعتبروا من الأيام الحلوة من الأيام اللي بتقدروا تطلبوا فيها إذا بدكن شيء بتقدروا تطلبوا بخلال هذا اليوم تطلبوا خدمة مساعدة رأي تتصلوا تحملوا التليفون تبعثوا إيميل يوم جيد جدا إذا بدكن جواب عندكن تعقدت قصة بالجامعة فيكن تلفنوا أو فيكن تبعثوا إيميل تتواصلوا مع البدكنية الأكثر حظاً 31 أبا أغسطس 1-19 وعشرين سبتمبر منتقل إلى برش الميزان اليوم هو يوم صعب من الأيام المتقلبة فلكياً عندما ولي برش الميزان مثل المقلبة المقدمة اليوم احتمال أنه التشنج يطلع شوي يرتفع نتفي كمان فيه احتمال أنه يكون فيه عتب أنتوا تعتبوا على أحد الأشخاص لأنه ما ساعدكن أو عم تطلبوا منه مساعدة ومش عم يوقف إلى جنبكم من الأيام المتعبة من الأيام اللي معقولة تقهركن شوي لكن هذا يوم مهم جداً لدرجة أنه مضطرين بأكتر من لحظة أنكن تقبلوا تتقبلوا الأمر الواقع لحتى ما تضروا بمصلحتكن والأمور رح تتغير لصالحكن بعدين مش هلأ فطولوا بالكن الأمور بدى عقل كبير وتتحملوا أوكي فيه أيام يكون مزعوجين حدا بلنا كلمة معناتها أنه منعمل مشاكل فطولوا بالكن بالنسبة لبرش العقرب يوم شميل جداً لما ولي برش العقرب من الأيام يلي بتحمل الكثير من الحسنات الكثير من الإيجابيات الكثير من الأخبار السارة الكثير من التقدم هذا يوم بفش الخلق هذا يوم وبيعطي هذا اليوم رح ياخد منكن هلأ ما تعدوا بكاتفين إيديكن وما تعملوا شي هذا يوم بيشجع على الحركة على التقدم وعلى ادخال كل ما هو جديد على حياتكم فمواليد برش العقرب أعتبر هذا اليوم مكافأة للكون انطلاقة ممتاز ممتازة للشهر جميع مواليد برش العقرب كمل مع برش القوس مواليد برش القوس ارتحته من عقبات ومشاكل ما رأته فيها في اليومين السابقين اليوم هو يمكن بيكون ترتاحه يوم يمكن بيكون تاخده فيه نفس عمي يوم يمكن حابين انه تمشوا إلى الآخر فيه معكم يمكن تعملوا شو ما بدكن يوم مهم توقفوا عجريكم بتشوفوا شو صار شو هي الأخطاء اللي صارت شو هي الأعطال اللي صارت شو المشاكل اللي صارت وتبلشوا تحلوا فيها بتكون تحلوا فيها الشمس صار برش الحمل يعني عم تفتح قدامكم باب جديد لحتى تطلوا على صفحة حلوة بتكون تخلصوا من الماضي ومشاكله بلشوا شي جديد ونتبهوا من المشاكل 1-2 ديسمبر بنت إلا برش الحدي موالي برش الحدي اليوم هو من الأيام الصعبة يلي بتزعج موالي برش الحدي لأنه فيها تحديات مولو برش الحدي ماشي بيشغل عم بيشتغل مثل ما لازم فجأة بينطرح منه لأ بده يغيب يرجع من الأول أو بحدا بينطقد شغله لمولود مولودة برش الحدي فبكونوا حذرين هذا اليوم يوم مشاكل يوم خلافات اللي علاقته صعبة معه اللي صير في تدهور فكونوا حذرين خاصة 16-17 كنون 2 يناير كونوا جدا حذرين بنت إلا برش تدلوا اليوم عند موالي برش تدلوا يوم عادي طبيعي لكنه يوم طويل يوم بمطلع الأسبوع من الأيام يلي بتطلب شغل واهتمام وتركيز على شغل قدامكن ما لازم تيحوا عينكم عن المسئولية عينكم على الساعة أيضا اليوم أي غلط تعملوه قد يكون تحت الأضواء وأنتم مراقبون فكونوا حذرين يوم موالي برش تدلوا الجو عنكم اليوم هو يوم عنوانه العريض هو انشغالات ويمكن التزامات وتراكم أو حتى تزامن هذه الأمور فنظموا وقتكم ما تعجؤوا عن حالكم خاصة موالي 31 كنون 2 يناير 1 شباط فبراير الأكثر حظا 9-11 شباط فبراير بنت إلا برش الحود موالي برش الحود هذا يوم سعيد بالنسبة لكم هذا يوم يقدم مكافأة مكافأة معنوية مكافأة مالية مكافأة اجتماعية ليش لا هذا يوم جميل هذا يوم إيجابي هذا يوم ما رح يخد منكم بالعكس مهما كأنه الحظ عم بيبرم على ما بيقدر يساعدكم والمرسال اللي هو ميركوري كمان عم بيبرم لحتى يجيب لكم أخبار سارة أنا أعتبر هذا اليوم يوما سعيدا جدا لمواليد برش الحود خاصة اللي عم تتحرك عنده الأخبار بشكل سريع هي 1-2 أدار مارس هلأ كوكب نبتون موجود عند مواليد 11-13 13 أدار مارس هاي المواليد لازم يكون حذرة لأنه كوكب نبتون بخربة الأمور ما بيعود يخليها تترحرح أو تزبط بختم مع مولود اليوم بقل له لمولود اليوم أنه بانتظاره سنة هالسنة هي أكتريتا عم تشتغل على تركيب علاقة جديدة تركيب موقع جديد مهني أو منزلي وكأنه عم تتغير الأمور وكأنه عم بتفكروا بشي تاني وكأنكم عم بتفكروا كيف بتكون تغيروا كيف بتكون تمشوا بغير مسار أو كيف بتكون تدخلوا شيء مختلف لإلكون بجميع الأحوال هايدي سنة أنا بعتبرها مهمة وعم بت عم بت تركيز أصص للسنتين اللي بعدها نيسان أبريل أيار مايو أب أغسطس أب أغسطس ديسمبر من أهم الأشهر بدي أتمنى لكم يوم سعيد يوم جميل ما تنسوا تابعوا الأبراج الأسبوعية شكرا لكم باي باي